بعودة الحديث عن وباء كورونا وزيادة انتشاره في العالم عادت أيضاً مسألة التوصيات الصحية بضرورة التلقيح ضده وهذه المرة بنسخ محدثة من لقاحات سابقة فماذا نعرف عنها؟ شركات فايزر وموديرنا ونوفافاكس طورت لقاحات محدثة وهي إصدارات جديدة تحارب المتحورات المنتشرة حالياً كمتحور بيرولا ومثل الإصدارات السابقة من المتوقع أن تكون أكثر حماية ضد أسوأ عواقب فيروس كورونا بدلاً من العتوى الخفيفة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت منها نوسخ فايزر وموديرنا فيما تراجع لقاحة نوفافاكس مع استعداد البلاد لبدء حملة تطعيم الخريف هذا الأسبوع التي ستكون متاحة لمعظم الأمريكيين فوق 12 عاماً وعلى عكس الجرعة المعززة للعام الماضي التي تضمنت السلالة الأصلية للفيروس ومتحور أوميكرون تستهدف جرعة هذا العام المتحورات الفرعية الأحدث من أوميكرون المنتشرة الآن هناك إجماع واسع وسط الأطباء على أن كبار السن والمصابين بنقص المناعة والحوامل يجب أن يتلقوا على الأقل لقاحاً سنوياً لكوفيد-19 ولا يوجد توافق بشأن إعادة تطعيم الشباب والأصحاء إذ يرى باحثون أن التوصية بتلقيح الجميع من دون تمييز يمكن أن تضر بالثقة في السلطات فلقاحات فايزر وموديرنا مثلاً تحمل مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بالمقابل يعتقد آخرون أن المخاطر التي ينطوي عليها اللقاح ضئيلة فحتى الأشخاص الذين لديهم خطر ضئيل بالإصابة بحالة خطرة من كوفيد يجنون فوائد من المعززات المضادة له وبالنسبة للأطفال تختلف الآراء بشأن الحاجة إلى الجرعات فيما يوصي بها بعض العلماء استناداً للبيانات التي تظهر أن الأطفال يشكلون نسبة أكبر من الوفيات والاستشفاء بين المصابين حالياً بكوفيد-19 ويرى آخرون أنها غير ضرورية لهم ما لم يكن هناك شخص يعاني من نقص المناعة في الأسرة وينصح أطباء الأشخاص الذين يعانون من كوفيد طويل الأمد بأخذ اللقاح المحدث فإصابة ثانية بالفيروس يمكن أن تعيد إحياء الأعراض السابقة طويلة الأجل للمرض أو تفاقم الأعراض المستمرة ويمكن أن يساعد التطعيم في الحماية من ذلك وتجدر الإشارة إلى أن اللقاحات المحدثة سيتم توفيرها للمرة الأولى عبر السوق التجاري في الولايات المتحدة بأسعار تتراوح بين 120 و130 دولاراً للجرعة الواحدة للبالغين ترجمة نانسي قنقر